The power of social media 920,000 مجموعة مغلقة مجموعة public public أنا أسف أنا اللي كنت أتغلب مجموعة public مفتوحة تماما أنت بتأدي خدمة عامة طبعا بحكيلي بدأت إزاي خليني بقى نأخذك في اتجاه تاني خالص احنا الجروب عندنا يمكن رجالة وستان public هنا secret هنا closed أو العكس كده ده بيبيع نفسه دلوقتي بيسوي نفسه على هذا مش بسوي نفسه على حاجة بس يحنا يمكن الحاجات دي يعني دي حاجات صفت شوية عندنا الدنيا مخلطة فواتير الميكانيكا بقى والحاجات كله بقى يعني كل ده بيصب عندنا اشتريت مثلا سلعة بيزة فيها مشكلة بتقابل مثلا الضمان اشتريت سلعة مش هفت ترجعها المثلا اللي هو اللي انت بتشير منه دحيك عليك كل حاجة بقى يعني كل المحلات كل الشركات كل دامة انت حماية مستهلك يعني بتشتغل علشان تساعد خليه حد عنده مستهلك اننا نقول ان احنا مثلا سبورت لحماية المستهلك انت قلق من الكلام ده مش سياسة على فكرة طيب قولي الحكاية بدأت ازاي اصلا الحكاية بدأت يمكن بالنسبة لنا احنا بدأت بدأنا ان انشاء جروب من ستة اربعة ع 2016 من 2016 بالزبط كده وبقيته تسعمائة وتسعة عشر الف بالزبط كده تمام بس كان فكرتنا مختلفة شوية الفكرة عندنا كان مؤس جروب اللي هو مهندس ماجد مسلم ده كان حصل معا مشكلة مشكلة شخصية في احد المولاد في مصر هو عنده طبعا عنده اكونت عليه فولورز كتير جدا يكاد يكون يعدي مثلا المية وعشرين الف فولورز كويس تمام فهو عرض المشكلة زي احد على الاكونت بتاعه يمكن كان فكرة الجروب ما كانتش منتشرة او فكرة ان زباري سوشيال ميديا او اي جروب مثلا هو يعرض عليه مشكلة فيحصل استجابة مثلا من المول او من اي ائدارة ما كانتش موجودة فعرض المشكلة على الاكونت بتاعه عادي جدا فاتفاجئ ان اخذ كمية جبيرة جدا من الدعم لايك وشير يمكن وصل لايك بتاعه مثلا لحوالي تمانين لتسعين فالناس اضطرد تقعد معاه فاتفاجئنا تاني يوم هو صديقي جدا جدا فاتفاجئنا تاني يوم لان حد من اضافة المول والمول ده لإدارة خارج مصر فاتفاجئنا ان حد تواصل معاه وعايزين نوعد معاه لان البوست كان اخذ حوالي تمانين الف شير يعني رقم كبير جدا على اكونت مش بتكلم على بيج او بتكلم على بروب فاتطرد ان هو قعد معاه وحل المشكلة حصل الموضوع فقال لك طب ما احنا ممكن نوظف حاجة زي دي حاجة للناس اتعاملتوا طيب بقى ان انتوا ساعدتوا ناس توصل لجهاز حماية المستهلك اتعاملتوا معاهم ان انتوا تقولولهم العنوان كذا اعملوا كذا قواعدة هي هو طبعا حماية المستهلك يعني حماية المستهلك عن التعريف وده جهاز حكومي كبير جدا طبعا البيانات بتاعته موجودة على البيج بتاعته وسهل اي حد يوصل له يعني فاحنا بالنسبة لنا احنا بدأنا انشاء جروب ان احنا كان مجموعة صغيرة جدا بدأنا بان احنا نضيف اصدقانا اريبنا الكلام ده كله فاتفجينا ان رقم كبر جدا يعني احنا في اول سنة فيه مثلا وصلنا لخمسين الف طب انتوا بابلك يعني عام لكن عندكوا قواعد معينة برضه عندنا قواعد يمكن الناس تقول على رخمة شوية رخمة بالزبط طبعا لان احنا بنواجه شركات كبيرة جدا مصانع كبيرة جدا براند كتير جدا لازم نحط قواعد شديدة طبعا القواعد دي ما حطناش من اول يوم مع الممارسة مع الممارسة بدأنا نزود في القواعد حطنا قواعد بسيطة جدا بدأت ان احنا نحط قواعد من ضمنها طبعا كان اللي حطت القواعد دي كان من ضمن مؤسين الجروب الدكتور ايهاب مسلم ده دكتور في استشاري ادارة اعمال فهو طبعا خاص بالشركات شوية ففهم هموا بيفكروا ازاي ازاي تتعامل معهم فهو من هنا جي حطنا الروز بتاعت الجروب اشتركوا في القواعد